من عنو نشر إلى تفاصيلها والبداية من قضاء الطوز في صلاح الدين أهلا بكم حيث أفادت وصال إعلام تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تعرض مسؤول مركز حمرين في قضاء الطوز وأن في البرلمان العراقي مولا كريم شكور لحادث إطلاق نار داخل المركز وبحسب معلومات فإن مولا كريم لم يصب بأذى بإطلاق النار عليه من قبل أشخاص لم يتم القال قبض عليهم حتى الآن فيما قالت مصادر أن شكور تعرض لإطلاق نار من قبل شخصين بعد خروجه من مبنى المركز ولم تصدر توضيحات من الاتحاد أو مكتب النائب عن هذا الحادث الذي يربطه المراقبون بصراع الأجنحات السياسية شرقي صلاح الدين